نعم في يوم الثامن منذ الحجة يحرم المتمتع يلبس الإزار والرداء ويلبي نعم نعم فيأتي إلى ميناء تقريبا ضحى يعني الساعة التاسعة الساعة العاشرة صباحا نعم قبل الزوال نعم قبل الزوال نعم يصلي بها الظهر ركعتين في وقت الظهر ويصلي العصر في وقته ركعتين والمغرب في وقته ثلاث ركعات والعشاء ركعتين يبيت هذه الليلة يصلي الفجر في ميناء نعم ثم بعد صلاة الفجر ينطلق إلى عرفة نعم عرفة يصلي بها الظهر والعصر جمع تقديم نعم ثم يقف بعرفة إلى غروب الشمس يدعو يعني بعدما يصلي الظهر العصر يستقبل القبلة ويدعو إلى أن تغرب الشمس نعم في أي مكان يقف بعرفة النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد هذا الجبل اللي عليه علامة جبل الرحمة نعم نعم إذا غربت الشمس يمشي إلى مزدلفة نعم في مزدلفة يصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير طبعا نعم نعم ثم ينام يستيقظ يصلي الفجر في أول الوقت ثم يستقبل القبلة ويدعو طويلا ثم يمشي إلى ميناء إلى جمرة العقبة آخر جمرة أبعد شيء من مزدلفة وأقرب شيء إلى مكة أعطينا كاسة كمان واحدة نعم ماذا نصي طيب هذه جمرات ثلاثة أقرب واحدة إلى مكة هي جمرة العقبة يوم العيد ترمى بسبح حصيات يرمي جمرة العقبة بسبح حصيات ثم يذبح إذا كان عليه نعم ثم يحلق وهو الأفضل أو يقصر ثم يأتي إلى مكة يطوف سبع أشواط هذا الطواف ركن بعد الوقوف بعرفة نعم ويسعى إذا لم يسعى من قبل أو إذا كان متمتع لابد يسعى ثم يرجع إلى ميناء ويبيت بها في كل يوم يبدأ عنده الرمي في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر من بعد أذان الظهر يبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى نعم بعد الوسطى إذا رماها يأخذ هنا ذات اليمين يستقبل القبلة ويدعو وإذا رما الوسطى يأخذ هنا ذات الشمال يستقبل القبلة ويدعو والكبرى ليس عند دعايا صريمة